وحاول هذا الموضوع ينظم إلينا عبر الهاتف ياسين خطاب وصحفي بقناة الرائد وصديق الشهيد أهلا ومرحبا بك بداية سيد ياسين أهلا ومفاهم بداية محدثنا عن آخر تغطيات قام بها الصحفي عبدالقادر فسوك في محاور قتال مدينة سرد نعم بداية محدثنا جميعا يعني كأسرة الرائد بفحضان أحد أبناء هذه المؤسسة وحد أبناء الأسرة وحد أبناء القادر فسوك هو إلى الآن يعني لإنزال الصدمة وإنزال الذهون هو سيد الموقع إلى الآن كل الزملاء هنا في وسط الأخبار غير لم يستوعد بعد يعني أخبار تشاهد عبدالقادر فسوك عبدالقادر فسوك ما يعلم الجميع لم يكن يحمل أي سلاح في السلاح الحقيقة التي كان يحملها على كافة الكاميرا التي كان يحملها عبدالقادر فسوك عبدالقادر فسوك كنا في آخر تقارير عبدالقادر فسوك تحديدا التقارير الخير الذي كان فيه من داخل محاور الاشتراكات التي كانت تحدث بين قوات البناء المسؤوس وقوات تنظيم الدولة كنا جميعا نخاف على عبدالقادر عبدالقادر آخر تقارير له كان يصور يعني يصور في مقابل مقابل تنظيم الدولة وكان يصور الشباب المقابل المسؤوس كيف يجدون تنظيم الدولة بدون بدون حتى بدون حتى يتحرس يعني عبدالقادر بدون أن تتزل الكاميرا عندها يعني أحد الزمالة هنا كان يقول عبدالقادر يا عبدالقادر اخترى بس بينه الشهادة عبدالقادر كان دائما يطلب عبدالقادر بالضبط قبل شهر من الآن كتب على تقريب على الفيسبوك إني ذاهب إلى ربي سيهديد نعم ذهب عبدالقادر ذهب تروح عبدالقادر عبدالقادر يعني أنا ما تمنى طلب الشهادة فتمنىها فحققها الله عز وجل ويصل الله عز وجل أن يلهم أهل وذويه صبر وسلوان أن يلهم أهل أسرة الرائد وكل الإعلاميين وكل من ينشد الحقيقة في ليبيا وفي كل العالم الصبر وسلوان لكل الإعلاميين في ليبيا هذه الحالة سعد فازي على الجميع لأن عبدالقادر كان لا يحمل سلاح إلا الحق طيب سيد ياسين كما تعلم أن الصحفي عبدالقادر عبدالقادر فسوك كان يعمل هنا في قناة النبأ حدثنا عندما انتقل إلى قناة الرائد كيف كانت سيرته الصحفية في قناة قناة الرائد عبدالقادر فسوك كان دائما عنده كاركتر معروف بحضور عبدالقادر بضحة صوته الجميلة التي دائما تطلب أسماعنا جميعا عبدالقادر كان أيضا ليعرف بشجاعته بتقدمه بتحمله لكل الصعاب عبدالقادر في كل التخطيات في تخطيات الفجار الذي حدث في المطلع الآن وكذلك في الدنيا المخصوص عبدالقادر كان لحظة بلحظة كان يرسل أكثر من تقرير اليوم كان يرسل صور أحيانا يصوره بنفسه ويكتب التقرير ويرسل الصورة وهو من يصور عبدالقادر كان نموذج للإنسان الناجح إنسان كان يؤمن بهذه القيمة كما نعلم جميع عبدالقادر كان شجاع كان محب للحقيقة أيضا لم تؤثر عليه أفكاره وخلفيته على أن يصفت وأن يكون إعلام مختصف بينما عبدالقادر كان يشهد الحقيقة لأن الحقيقة هي كل ما نرغب في الوصول إليه الحقيقة دائما تصدر وتنظيم الدولة هذا التنظيم البشع الذي ينكل بالليبيين وأبناء الليبيين ويخاف الحقيقة وبالتالي هو يخاف أمثال عبدالقادر فسوك يخاف من يتحدث ومن يصل إلى الحقيقة عبدالقادر فسوك لم يقابعهم بالرصاصة لما قبلهم بالرصاص الحقيقة نعم سيد يسين خطاب الصحفي بقناة الرائد شكرا جزيلا لك